مرحبا بكم أبناء طلاب الصف الثاني الابتدائي كيف حالكم؟ آملوا أن تكونوا بصحة جيدة سوف نتعلم اليوم إن شاء الله مهارة جديدة وجميلة ورائعة هي مهارة الإمناء من الوحدة الثانية تنظيم العمل سنتعلم من خلال درسنا لهذا اليوم كتابة جملة الإملاء المنظور بشكل صحيح فهل أنتم مستعدون يا أحبائي؟ هيا بنا أبنائي ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ نعم أحسنتم إنها ساعة وما فائدة الساعة في حياتنا؟ نعم تدلنا على الوقت بارك الله فيكم إذن هل تنظيم الوقت مهم يا أبنائي؟ نعم بارك الله فيكم الوقت ضروري لكي ننجز ما يجب علينا من مهام في اليوم أحسنتم بارك الله فيهم والآن يا أبنائي سنقرأ معا جملة الإملاء المنظور هيا بنا نظم راشد وقته بين الدراسة واللعب فأصبح طالبا متميزا مرة أخرى يا أبنائي نظم راشد وقته بين الدراسة واللعب فأصبح طالبا متميزا بارك الله فيكم أبنائي والآن أحبائي صديقنا راشد يريد أن يتسلق الجبل بواسطة الدراجة ولا يستطيع أن يتسلق إلا بمساعدتكم من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة ما رأيكم؟ هل ستقدمون يد المساعدة لصديقنا راشد؟ شكرا لكم يا أحبائي أصدقائي ساعدوني في تسلق الجبل من خلال الإجابة عن الأسئلة الأهدية هيا يا أبنائي نقرأ السؤال الأول ماذا فعل راشد بالوقت؟ الإجابة موجودة في جملة الإملاء المنظور ركزوا فقط ماذا فعل راشد بالوقت؟ أحسنتم نظمه بشكل سليم بارك الله فيكم انظروا إلى راشد بدأ يتسلق الجبل أحسنتم والآن يا أبنائي لننتقل للسؤال التالي هيا بنا كيف نظم راشد وقته؟ فكروا يا أحبائي ننتقل للسؤال التالي كيف أصبح راشد بعد أن نظم وقته وتابع دروسه؟ كيف أصبح راشد؟ ما هي النتيجة التي حصل عليها راشد في النهاية؟ نعم رائع أحسنتم أصبح طالبا متميزا وأنتم كذلك يا أبنائي دائما متميزون انظروا يا أبنائي كيف وصل صديقنا راشد إلى خط النهاية وشكرا لكم على المساعدة بارك الله فيكم والآن يا أحبائي سنقف الآن على بعض الكلمات لنتعرف كيف نكتبها بالشكل الصحيح هيا يا أحبائي الكلمة الأولى نظم قرأوها جيدا معي نظم أحسنتم من الذي نظم؟ نعم إنه راشد أحسنتم راشد كلمة راشد تنتهي بتنوين الضم بارك الله فيكم وماذا نظم راشد؟ نعم نظم نظم وقته ما رأيكم أن نحلل كلمة وقته؟ هيا بنا وقته ممتاز وقته وقته بارك الله فيكم نظم راشد وقته بين بنا 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 ب عرف اللام قمنا بكتابته ولكننا لم نلقض اللام إذن أحسنتم هي لام شمسية تكتب ولا تلفظ الدراسة الدراسة وماذا أيضا تذكروا نعم أحسنتم واللعب واللعب كذلك كلمة اللعب تحتوي على لام شمسية تكتب ولا تلفظ أبنائي فأصبح أحسنتم ما رأيكم أن نحلل كلمة فأصبح هيا بنا سهلة جدا فأصبح ح فأصبح هذا رائع فأصبح ماذا ما هي النتيجة نتيجة تنظيم الوقت فأصبح طالبا طالبا ما رأيكم أن نحلل كلمة طالبا هيا بنا طالبا هناك يا أبنائي مقطع يحتوي على مد بالألف ما هو المقطع؟ نعم طا طا أنتم رائعون لاحظوا أبنائي لماذا انتهت كلمة طالبا نعم تنوين وما نوع هذا التنوين؟ أحسنتم إنه تنوين الفتح وما صفة هذا الطالب؟ أحسنتم طالبا متميزا بارك الله فيكم أبنائي أحبائي لقد تعلمنا طريقة نفض بعض الكلمات في جملة الإملاء والآن سنتعلم كتابة بعض من هذه الكلمات بالشكل الصحيح هيا لنتدرب على طريقة كتابة الكلمات الكلمة الأولى نظم هيا يا أحبائي نكتب معا كلمة نظ ض ما نظم ما رأيكم الآن أن نقرأ الكلمة ونشكل الأحرف ن الحرف الض حرف الض يا أبنائي حرف مشدد ينطق بهذا الشكل نظ نظ الحرف الأخير الم مفتوح نظ ما نظ ما الآن ننتقل للكلمة التالية راشد لنكتب معا كلمة راشد را وهذا مقطع مدي مد بالألف ننطق هكذا را را ش دن ما رأيكم الآن أن نشكل الكلمة را ش لا ننسى الكسرة راشد لماذا انتهت كلمة راشد أحسنتم بتنوين الضم بارك الله فيكم بارك الله فيكم را ش دن ويكتب بهذا الشكل لنقمن الآن يا أبنائي كلمة الدراسة نكتبها معا الألف واللام الأحسنتم وبعدها حرف الدال أد ولا ننسى كتابة الشدة على حرف الدال فالكلمة تحتوي على لام شمسية فهي تكتب ولا تلفظ لنكمل الآن الكلمة أد را مقطع مدي بحرف الألف أد را س ت ممتاز والآن سنقوم بتشكيل الحروف أد هنا أسفل الشدة توجد الكسرة أد را س ت أبنائي بماذا انتهت هذه الكلمة نعم أحسنتم انتهت بتاء مربوطة متصلة بارك الله فيكم سنكتب الآن الكلمة الثانية متميزاً م ت مي حرف الياء متميزاً الآن سنقوم بتشكيل الأحرف لننطق مرة أخرى الكلمة م ت مي هنا يا أحبائي لاحظوا أن الحرف مشدد متمي متمي مع الكسر م م م ما نوع التنوين في آخر هذه الكلمة أحسنتم إنه تنوين للفتح ويكتب هكذا نقرأ الآن الكلمة م م م بارك الله فيكم أبنائي والآن أحبائي وبعد أن انتهينا من التدرب على كتابة بعض الكلمات بشكل صحيح سنقرأ الآن جملة الإملاء بشكل صحيح أيضاً هيا بنا نظم راشد وقته بين الدراسة واللعب فأصبح طالباً متميزاً شكراً لكم أبنائي وبذلك نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم والآن جاء دورك عزيز ولي الأمر لتملية طفلك جملة الإملاء وأنت عزيز الطالب عليك الانتباه جيداً حتى تكتب الجملة دون أخطاء أشكركم أبنائي لحسن الاستماع والإنصاث وأمل أن ألقاكم في درس قادم بإذن الله تعالى إلى اللقاء أحباء